كذلك سيدنا العلي بيقتلي بالصديق رضي الله عنه الله في الصلاة مش هو أبو بكر الخليفة وسيدنا علي كان يصلي خلفه ما كانش معطرض على خلافته ولا كان فيه شحنة ولا مغضاء بل كان هناك بينهم هدايا وصلت كما سنبين وكان يقبل سيدنا علي يقبل الهدية من سيدنا أبو بكر إلى غير ذلك يقبل منه وكان يشاركه في المعاملات وكان له يعني وزيرا ومشتشارا وزيرا ومشتشارا طيب سيدنا أبو بكر أيضا كان يخاف جدا على إيه أو سيدنا علي يخاف على سيدنا أبو بكر لما أراد سيدنا أبو بكر يخرج لحرب المرتدين فسيدنا علي قال له راح فين؟ قال له الختال والمعركة قال له لا أنا أقول لك كما قال لك النساء صلى يوم أحد شم سيفك يعني أدخل سيفك في غمدة يعني لا تفجعنا بنفسك ارجع إلى المدينة فوالله لئن أصبت لا يكون للإسلام نظام أبدا فراجع وأمضى الجيش خايف عليه أن يموت خايف عليه أن يقتل في المعركة وكيف تكون الدولة الإسلامية قال له لا يعني أرسل للجيش أرسل قائد الجيش والجيش معه لكن لا تذهب أنت حتى إيه لا تصاب بمكروه